بدأ نقط المصحف نقط الإعرام نقط الإعجام قلت لكم منذ قليل بقي عندنا إشكال ثاني وهو الحروف المتشابهة في الكتابة والتي سببها أن العرب أخذ حروفهم من غيرهم هذا الموضوع قام في عالم بعد أبو الأسود أبو الأسود توفى تسعة وستين هذا العالم توفى تسعين يعني بعد أبو الأسود بواحد وعشرين سنة اسمه نصر ابن عاصم الليثي نصر ابن عاصم قام بنقط الإعرام أتى للحروف المتشابهة في الخط فنقطها حتى يميز بينها نرى على اللوحة نقط الإعجام وهو الذي فرق فيه أو فرق فيه بين المتشابهات في الخط فيعود لنصر ابن عاصم الليثي متوفى تسعين هجري حيث نقط الحروف المتشابهة بخطوط مائلة صغيرة حتى لا تختلط مع نقط الإعرام شايفين أبو الأسود وضع هذه النقط الحمراء هو شو وضع شوف مثلا نون شايف شو حاطيت شايف شو حاطيت ثلاث خطوط مائلة من شأن كلمة ثم شايف أخي قانتون شوف كلمة قانتون فوق القاف شو وضع خطين مائلين قاني فوق النون شو وضع فوق التاء كمان وضع أي خطين بينما قانتون شوف شو وضع شايف الخط اللي تحت النقطة الحمراء هذا علامة نقطة النون حتى لا يخلطها بمن بضبط أو الأسود هكذا بدأ الأمر خطوط مائلة صغيرة ولما تحول نقطة الإعراب من نقاط حمراء إلى حروف مد صغيرة المرحلة الثانية بعد أبو الأسود قالوا نحن ليش عم نحط نقطة حمراء أليست هي فتحة وضمة وكسرة طب الفتحة ما هي ألف فمنضع نحن ألف صغيرة مائلة والكسرة بنضع تحت منها يعني ياء مردودة إلى الخلف مع مرور الزمان ديلها هذا ديلها اللي راجع لورا حزفوه فصار شكلها مثل الفتحة لكن وين محطوطة تحت الحرب والضمة وضعوا بدالها إيه واو صغيرة فما عد في عندهم دوائر حمراء ما عد فيه اشتباه مع مين مع ضبط أبو الأسود فعنده إذن الخطوط اللي كان وضعها نصر بن عاصم حولوها لمين إلى نقاط ولما تحول نقط الإعرابي من نقاط الحمراء إلى حروف مد صغيرة لم يعد يخشى اللبس فاستبدل نقط الإعجام من خطوط مائلة إلى نقاط وجرى العمل عليه على ذلك إلى عصرنا كما ترى مثلا إليكم شايف الياء بعد ما كان يحطوا خطين مائلين شو صار يحطوا أما الحركات فصارت كما ترون الفتحة عبارة عن ألف مائلة ألف مائلة صغيرة فوق الحرف الضم وهو صغيرة فوق الحرف إذن نصر بن عاصم شو عمل انظروا ماذا فعل فنقط نقط نصر بن عاصم الباء بواحدة من تحت والتا باثنتين من فوق والثاء بثلاثين من فوق ونقط النون والياء غير المتطرفتين بواحدة للنون من فوق وباثنتين للياء من تحت لاجتباهها لاجتباههما بهن بهن يعني بالباء والتاء والثاء ونقط الجيم بواحدة ونقط الخاء وين بواحدة من فوق طب والحاء ما في داعي انقطها هلا أنت عندك ثلاثة عندك ثلاثة بيشبهوا بعض إذا ميزت الأول والثاني في داعي يتميز الثالث انتبهتوا كيف فالجيم شو وضعوا لها نقطة من تحت والخاء شو وضعوا لها نقطة من فوق والحاء تركوا ونقط الزال بواحدة من فوق وترك الدال نفس الموضوع الزال والدال كانوا مثل بعض لما نقط الزال في داعي ينقط الدال تركها ونقط الزال بواحدة من فوق وترك الراب بثلاث من فوق كم سن إلها ثلاث فوضع فوق كل سن النقطة متجاورة تك 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 انتبهنا بعدين العصور اللي بعدها صاروا الخطاطين يتفننوا فيضعوا النقاط على شكل مسل وبعدين صرنا نحن نحطه على شكل ثمان تبهنا كيف أما هي أصلها ثلاث نقاط متجاورة فوق كل سن النقطة إذن ونقط الشين بثلاث من فوق شايفين كل سن شوفي فوقه نقطة وترك السين ونقط الضاد بواحدة من فوق وترك الصق ونقط الضاء بواحدة من فوق وترك الطق ونقط الغين بواحدة من فوق وترك العل ونقط الفاء غير المتطرفة بواحدة من فوق أعفوا بواحدة من تحت ونقط القاف غير المتطرفة بواحدة من فوق هذا هكذا بدأ الضبط الفاء نقطة من فوق والقاف نقطة من تحت استغفر الله الفاء نقطة من تحت والقاف نقطة من فوق ولم تكن الكاف وقتها تشبه اللامة فتركها مهملتان شان مهملة غير منقوطة وترك اللام والميم والهاء والوا والألف مهملات لعدم الاشتباه وكذلك ترك الفاء والقاف والنون والياء المتطرفات يعني بمعنى اللي بآخر الكلمة لعدم الاشتباه وجمعها العلماء بكلمة ينفقوا يبيلك حروف ينفقوا إن كانت متطرفة يعني في آخر الكلمة لا يضعون عليها نقطة ثم جرى العمل عند المشارقة على نقطها ليه طردا للقاعدة وبقي المغاربة على الأصل بقي المصحف المغربي إلى الآن الحرف المتطرف ما بنقطو أمثلة على ضبط نصر بن عاصم لحروف ينفقوا الذي درج عليه المغاربة شوف هلأ مثلا عندك كلمة يكشفوا شايف الفاء معلها معلها نقطة لا من فوق ولا من تحت ليه لأنها متطرفة بينما هذه الكلمة فذرني في تحت نقطة شايفين النقطة ليش نقط فذرني ولم ينقطوا يكشفوا لأنها عليهم دوائر من نفس اللون حتى تفهم هاي اللوحة هنا نحن وظفنا الألوان فاللون الأزرق للحرف الواحد الأزرق مع الأزرق والأصفر مع الأصفر هون شو الكلمة هوني صادقين منقطة لقاف نقطة من فوق ليش منقطة لأنها غير متطرفة بينما هنا شو هذه الكلمة ساق أي يوم يكشفوا عن ساق ساق شوف معلها ضبط طيب هذه شو هي وأملي لهم شوف عليها ضبط ليه لأنها متطرفة بينما هذه الحديث منقطة الياء ولموا منقطة منقطة ليش منقطة لأنها في وسط واضح الكلام هكذا بدأ الضبط أمثلة على الضبط المطور لحروف ينفقه الذي درج عليه المشارق المشارق شو عمله بعدين شايفين كيف العقل البشري بيتطور يا أخواني العقل البشري مجامل بيتطور دائما بيحسن دائما بيسهل على الناس ما بيجيبنهم قواعد تصعب عليهم بيجيبنهم قواعد تكون سهلة الاستعمال المشارقة بالأخير قالوا أخي انقطونا لحروف كلها وريحونا من هالقصة خلص خلي كله إيش ما عد فيه حروف ينفقوا لها معاملة خاصة فصاروا ينقطونا كل شيء أيضا شوف الدوائر ذات اللون الواحد هلأ هاي دائرة حمراء عميون منقطة ولا ما منقطة منقطة مثل فيه شايف الكافرين الفاء منقطة ولا لا منقطة يخطفوا منقطة ولا لا منقطة تردا للقاعدة تطور نقط الشين ميزة الشين عن السين بوضع نقطة فوق كل سن من أسنانها ثم طور الخطاطون النقاط الثلاث إلى شكلها الهرمي كما نراه اليوم هكذا بدأ الأمر شوف هادي شين شايف سن 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 شو وضعوا فوق كل سن النقطة ونصر ابن عاصم وضع خطوط مائلة شايفين بعدين الموضوع التطور حتى صار نقاط هرمية تطور كتابة الكاف قلنا الكاف في أول الأمر ما كانت تشتبه بمين باللام كانت الكاف المفردة والمتطرفة المفردة يعني مكتوبة لحالة لا موصولة بما قبلها ولا موصولة بما بعدها والمتطرفة شان المتطرفة يعني موصولة بما قبلها مثل إنك كانت الكاف المفردة والمتطرفة متميزة عن اللام بشكلها إلا أنها تطورت مع تطور الخط العربي حتى أشبهت اللام فميزت عنها بوضع كاف زنادية صغيرة بداخلها تحولت مع مرور الأيام على يد الخطاطين إلى ما يشبه الهمزة شوفوا الكاف كيف كانت هكذا كان هذا الشكل يشتبه باللام ما يشتبه باللام لذلك ما نقطوه لكن لما تطورت بعدين وصارت هكذا شوف كيف كانت شوف كيف كانت بعدين شلون صارت هكذا تشبه اللام ولا لا فوضعوا لها هون شايف الكاف الزينادي هادي مثل راس البطة مثل راس البطة كيف البطة بتعمل هيك شوفها هادي بيقولون الخطاطين الكاف الزينادية فصاروا يضعون فوق هذه اللام كاف زينادي تبهنا كيف هالكاف الزينادي مع مرور للزمان ومن السرعة بالكتابة صارت بتشبه مين بتشبه الهمزة هكذا كانت الكاف ثم صارت هكذا ثم صارت هكذا ثم صارت هكذا ثم صارت تشبه اللام هكذا شايف فوضعوا لها لما صارت تشبه اللام شايف وضعوا لها الكاف الزينادية شايف هادي الكاف الزينادية وبعدين تطورت فصارت ايش هكذا من السرعة في الكتابة ثم صارت تشبه الهمزة لانه الهمزة صورتها رأس العين حرف الهمزة صورته رأس حرف العين اكتب عين عين رأس العين هو صورة الهمزة بينما ما يوضع في الكاف ليس مثل يشبهه هكذا هكذا تميزت الكاف عن مين عن اللام كتابة الهمزة ادى للعيشاء تحبوا نصلي طيب اذا نصلي ونعود بسرعة الله يرضى عليكم لنتكلم عن كتابة الهمزة في الاملاء القديم والحديث